موسيقى أهلا وسهلا فيكم مجتدين الكرام برنامج أمه 2012 المثنعش اللي نقابل فيه مرشحين ومتطلعين بالساحة السياسية نشوف فيه السباق الانتخابي وأيضا مجريات الساحة السياسية والتطورات اللي تصيروا المرشحين لمستقبل الكويت معانا اليوم راح يكون مرشح الدائرة الخامسة لأستاذ هاني شمس أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذ الكريم يعني تترشح للمرة الأولى السؤال الطبيعي اللي يوجه شون كانت الدوافع لهاني شمس لخوض الانتخابات للمرة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية نمسي على أخوان المشاهدين في هذه الليلة ونطلع عليهم من هذه القناة القناة المميزة وحقيقة معه إعلامي متميز مثلك سيد محمد الله يسألوك وبالنسبة حق سؤالك يعني هذا سؤال طبيعي وسؤال مهم إنسان أول مرة ويخوض الانتخابات البرلمانية بالكويت يعني حين نحن نشوف اليوم الساحة السياسية والصراع السياسي الحاصل وبالخصوص إذا نقدر نعد من 2006 وهذا الصراع السياسي والتأزيم السياسي عندنا بالكويت ولد أزمات عندنا خلال الفترة السابقة هناك كثير من التشريعات وقفت هناك كثير من التعسف في استخدام الأدوات الدستورية استخدمت عجلة التنمية في الفترة السابقة أيضا تعطلت الواحد لا يقول كل شيء يوقف لكن هناك تأخر كثير في قضية التشريعات وعجلة التنمية واليوم تأخرنا إحنا كدولة كبلد تأخرنا في مواكبة العالم فمن هالجانب الواحد يشوف أنه عنده قدرة وقدر يخدم وطنه أنه أكور ومستقبلية لهاني شمس حاب أنه يعني يحرك مرحلة الشل اللي قعمر فيها بالجانب التشريعي دققت أكثر شيء الجانب التشريع والجانب الرقابي أيضا العضو مجلس الأمة عنده أداتين رئيسيتين موضوع التشريع وموضوع الرقابة التشريع أي تشريعات يديدة أو تعديل على التشريعات الحاصلة أنا اليوم قادسي عندك تطورات اقتصادية تطورات تكنولوجيا للاتصالات في جوانب الرياضية في جميع الجانب التعليم التربية الصحة هالأمور كلها هناك تطورات تحتاج لها مواكبة بالجانب التشريعي وأيضا هناك سلطة سياسية قادرة تأدي دورها إن كان هناك أي خلل عدم عدالة في التطبيق الممارسة بالممارسة إن فيه أي شيء المفروض تفعل أدوات الدستورية التي وضعت بيد النائب بس المفروض هناك يصير ترشيد لهذه الأدوات والتسلسل دائما في استخدام الأدوات الدستورية مطلوب من النائب يبدأ الآن إن كان بالسؤال البرلماني إلى لجان تحقيق إلى استجوابات وإذا احتاج الأمر إلى أبعد من الاستجواب عشان المشاهد يصل إلى نتيجة من الحوار الذي حدث بينك هاني شمس يشوف القصور في الجانبين الخلل في المراحل السابقة التي أشرت لها في سنة أثنين وستة بالجانب التشريعي والرقابي نعم كممارسة نيابية أشوف هناك خلل بالجانب التشريعي كبير وأيضا خلل بالجانب الرقابي قد رأينا استخدام الأدوات الرقابية لكن لم يكن هناك رشد فيها أو نضول فيها وكان بعض المرات هناك تعسف في استخدام بعض الأدوات وكان هناك تسلسل أيضا في استخدام الأدوات الدستورية هذا سؤال أتى في المقدمة بس لمني للحدث الأخير أو حديث الساعة في معظم المرشحين يتم سؤاله هذا السؤال وهو موضوع المرسوم الأخير في موضوع تعديل الأصوات من أربعة إلى واحد لا أسألك مؤيد أو معارض بيقول كيف قرأت هذا التعديل حقيقة الواحد يستغرب أنه هل هذا التأذيب اللي صاير اليوم عندنا بسبب هذا المرسوم؟ هذا الحق الذي لا يوجد أثنين يختلفون عليه أنه من حق الأمير أن يمارسه سيكون هذا ليس أول مرة أيضا يستخدم هذا الحق في مجلس 81 استخدم هذا الحق و بأكثر من تقليص الأصوات بتغيير الدوائر والتصوير النظام الانتخابي كلها تغير ما تغير بين 81 و 2012 نسمع أن الظروف تغيرت الأجواء تغيرت نحن لا نتكلم عن أجواء نحن أمام ممارسات دستورية قانونية لا نشغل في الجوانب السياسية نحن اليوم نحتكم إلى دستور إذا اختلفنا في أي شيء يجب أن يكون هناك مرجع مرجعنا الدستور هل هذا يوافق الدستور أو لا يوافق إذن نرجع حق المادة 71 مادة 71 مادة واضحة يا حق للأمير في عدم وجود المجلس في وقت العطلة أو في حل المجلس أن يصدر مراسيم بقوانين و تكون هذه نافذة و تكون ضرورية و يحدد ضرورتها من عدم الضرورة في وقت إصدارها الأمير الأمير لوحده هو يحدد أنا قد أشوف أن هذا المرسوم مضروري من حقك تشوف أنه مضروري بس لازم أيضا تتعامل معاه في الأطر الدستورية و القانونية إما تروح عن طريق المحكمة الدستورية تأخذ هذا الطريج أو أنك تشارك بالانتخابات و تدخل و توصل مجلس الأمة هناك في مجلس الأمة تتعامل مع هذا المرسوم يمكن اليوم في تضليل حق الجانب في النواحي الإعلامية و الجوانب الإعلامية أن يعني إما تقبله أو ترفضه و لا يصير الواحد يرفض هذا المرسوم و هو عن طريق هذا المرسوم و كيف يفقد عضويته و يرجع مرة ثانية حق الانتخابات على نظام الأربع أصوات لا هناك أيضا فيه رأي ثالث و رأي دستوري بالمادة واضح في ذي المادة 71 عساس أن الواحد يكون واضح في المادة 71 شنو المادة تقول في آخر فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى أصدار قرار بذلك أما إذا عرضت و لم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة يعني ممكن المجلس القادم يعتمد الانتخابات الماضية يعني هذا التضليل الذي قاعد يصير أن شنون المجلس الياي يبي يلغي نفسه لا ممكن يعتمد و في الفترة السابقة أو تسويت ما ترتب من آثار بوجه آخر فالمادة واضحة نحن دائما في أي شيء مدام نختلف لازم نرجع حق الدستور مواد الدستور و نحن اليوم نمارس حقنا الدستوري و حقنا القانوني إن كان في خوض الانتخابات أيضا و في المشاركة لأننا نعتبر هذا مجلس دستوري قانوني قائم يعني بغض النظر لننتقل لأمور الكثيرة بغض النظر بالمختصر أن حق المشاركة في هذا الموضوع هو اللي تأيدونا بغض النظر عن نظام التصويت بس آخر سؤال في هذا الجانب أيضا فيه أشخاص يقولون الصوت الواحد من فوائد أنه يتيح العمل الاستقلالي و الأربع صوات يتيح العمل التنظيمي فالعمل التنظيمي كتكتلات كتيارات قتلت في الصوت الواحد يعني هذه من السلبيات التي تطلق أنت شو تعليقك عليها بالحكس المفروض مشاركة جميع أطياف المجتمع قد يكون هناك مميزات لكل نظام انتخابي هناك مميزات و عيوب أيضا من عيوب الأربع أصوات موضوع بعض الأقليات اللي ما يملكون مجموعة أصوات كبيرة ما يجدون ينافسون ما يجدون يوصلون مجلس الأمة و أيضا رأيهم و مشاركتهم يتكون ناقصة عندنا إحنا ليش نجوف اليوم عندنا بالتصويت يعني يشاركون ستين بالأمية ستين بالأمية يشاركون من الكويتيين اللي حق لهم التصويت تقريبا كان عندنا في الانتخابات الماضية تقريبا أربعمية ألف اللي شاركهم 238 ألف هناك أربعين بالأمية قد تكون أسباب عديدة لعدم مشاركتهم و قد تكون أحد الأسباب أن ما عندهم أمل بالمنافسة و الوصول إلى المجلس داخل المجلس هناك آليات إن كنت تواصل عن طريق أربع أصوات أو عن طريق صوت داخل المجلس ممكن هناك يصير تنسيق لأن التنسيق راح يصير داخل المجلس المفروض يكون التنسيق وفق قضايا تعرض و قوانين تعرض راح أنسى داخل المجلس لأنه من تواصل راح تمثل الأمة تمثل الكويت كلها ما راح تمثل طائفة ولا راح تمثل قبيلة و راح تمثل دائرة معينة لأنك راح تشتغل حق الكويت و وقت تسوي القانون راح يخدم الكويت كلها و راح يخدم الكويتيين كلهم فأنت وصولك داخل المجلس وهالتنسيق ممكن يصير داخل المجلس و قد يكون أغلب الدول العالم يعني هناك دول كثيرة و برلمانيات عريقة صوت واحد اللي قاعد يوصلون و برلماناتهم داخل ناجحة و قاعد يأدون دورهم و ينسقون فيما بينهم راح نطلع فاصل راح نكمل مع بعض باجي المحاور اللي بالحلقة مشاهدين الكرام راح نكمل مع الأستاذ هاني شمس مرشح الدائرة الخامسة الكثير من المحاور راح نحاول نركز على موضوع التطلعات على المستقبل بعد هذا الفاصل موسيقى رجعنا معاكم بعد الفاصل ولكن بعدين اكتشف أنه فيه جانب معين ما غطيناه نبتكين بالتركيز على موضوع المقاطعة هو حق مشروع البعض اتخذ هذا الموقف موضوع المقاطعة لرفضه أو هذا كيف قرأت قرار المقاطعة هذا قرار خاص في كل مجموعة يشوف عنده المبرر و أنا نحترم قرارهم في المقاطعة و أيضا يجب احترام القرار الآخر مدام يصب في صلب الدستور و صلب القانون أيضا المفروض يحترمون القرار لأن المجلس القادم عليه حمل كبير الانتقال إلى الكويت الكويت إلى التنمية الحقيقية خلال فترة الياية لأننا كنا في عنق الزجاجة و اليوم إن شاء الله نتعدى في هالمجلس نتعدى عنق الزجاجة و نطلع إلى العمل والتشريعات والرقابة يعني تشوف أن ترك الساحة هو قرار سلبي في وجه نظرك يعني كل واحد هو يقيم قراره و هم اللي تتخذوا القرار في المقاطعة نحن نشوف قضية المشاركة إيه المفروض لتكون و لأن الواحد يمارس حقا لأن هذا الدستور وفق وضع بالتوافق فيما بين الحاكم و المحكوم و هو الدستور اللي يحكمنا آخر طيب يعني عندما نعود إلى هاني شمس و نطلع على سيرة ذاتية نشوف أن الممارسة السياسية تعود لفترات سابقة و على حسن المعلومات اللي وصلت إلى الجامعة أن أيضا كان لك دور نقابي بالحركة الطلابية و أيضا تحرك سياسي و وضح لنا هذه الحقبة يعني حقيقة تذكرنا الفترة السابقة قد يكون حتى إذا نبي نفتح في هالجانب قد يكون أيضا عندي قبل الجامعة بالمناسبة نذكرها كان عندنا بالأندية الرياضية كنا نشارك بالأندية الرياضية والعمل الشبابي والجانب الاجتماعي فيما بين الشباب يعني هذا الحراك كان موجود عندنا أول و كنا نلعب و أيضا كانت عندنا مشاركات في الجوانب الكشفية و تدير الجانب الكشفي والعمل الكشفي يسغل الشخصية و ينمي المواهب و الله الحمد فيه ما قبل الجامعة أيضا دخلنا فيها الجانب والعمل الكشفي بالكويت متطور و مميز و يحتاج لدعم حقيقة العمل الكشفي لأنه يضم الشباب و يجمع الشباب في أمور تنفع بالمناسبة دعنا نسأل في هذا الجانب ما بيقى طوفة و ما بيقى طوفة و ما بيقى العمل الكشفي ترى عائد من الناس يجمعون هذا الجانب العمل الكشفي العمل الكشفي يعلمك قضية الإدارة يعلمك التضحية الإيثار التصرف في حدوث أي حادث بالنسبة لك تتعلم الإسعافات الأولية تتعلم بعض الأمور التجوال العمل في المخيمات تدير بالكويت يحبون قضية المخيمات ما شئتا كانت عندك خبرة طلعت مع أهلك بالمخيم بعض الأمور تصير لك سرعة التصرف تكون موجودة عندك ففي هذا الجانب دائما تفيدك على المستوى الشخصي و أيضا تقدر تعكسها على المجتمع و العمل الكشفي مميز يعني حقيقة يحتاج لحلقات و عندنا أيضا في الهيئة العامة الشباب برياضة إدارة قضية الشباب و العمل الكشفي و مميزين و هناك منافسات فيما بين كشافات و جوالات الكويت ما بعد مرحلة الجامعة و أيضا العمل الكشفي نشوف أنه في سن صغير دخلنا هذا السؤال العساس بس أستكمله موضوع الجامعة فضل لأنه كنا بالجامعة دخلنا في عمر الجامعة للواحل العمرة يدخلها صغير و ترشحنا أيضا في الانتخابات و كان الجامعة على حسب الكل يعرف الجامعة مجتمع صغير عن الكويت كلها هناك التيارات السياسية موجودة هناك العمل الانتخابي موجود التنسيق فيما بين التيارات التنسيق فيما بين الطلبة بين القوائم كنا ندخل أيضا كان هناك تعاون مع الاتحاد بالدخول إلى اللجان و التعاون و أتذكر في ذيك الفترة كان هناك نضج نضج سياسي عند الشباب في المرحلة الجامعية و التنافس في ظل الخلاف فيما بينهم لكن تشوف في عمل مشترك و في المفاصل تشوفهم مع بعض يشتغلون و ما في طرف طرف يلقي آخر اليوم ما قد أشوف في مجلس الأمة طرف يلقي آخر في العمل أيام الجامعة قد يكون هناك كان في البعض عنده نضج سابق زمنه و ما كان يلقي كان يتعاون و يتعامل في ظل هذه أصلا الخلافات الموجودة يعني يعني الحين فاقد هذا الشيء فالشباب ولا أيضا اللي يتسيدون القرار في مجلس الأمة لا أنا أتصور إن شاء الله الشباب عندهم مروح التعاون فيما بينهم لكن الحراك السياسي و الصراع السياسي اللي قاعد يصير عندنا في داخل مجلس الأمة شابه شيء من هالجانب أيضا أنت رأست جمعية تعاونية في عمر يعني كنت مو صغير يعني صغير بالعمر و ليس قدرا و ترشحت لرئاسة جمعية تعاونية المجال التعاوني شنو السفت منه يعني يعني الحمد لله تشوف الكويت عندنا أكثر من قطاع أحد القطاعات اللي كانت مهمة و فيها احتكاك مباشر مع الناس الجمعيات التعاونية عندها احتكاك مباشر مع الناس و هناك دور كبير الجمعيات التعاونية قد يجهل الكثير دور الجمعيات التعاونية يمكن الناس يتعاملون مع السوق المركزي مع الأفرع بضاعة يشتري بضاعة بس أنا بصراحة استغرب هذا الموضوع ما يقتصر على شخص كثير من المرشحين و أعظم و مثل الأمم السابقين عندهم هذه المحطة التي هي عضوية مجدرة الجمعية التعاونية أو رئاسة الجمعية التعاونية شنو الرابط فيها شنو مو الفائدة المباشرة ولكن شنو الفائدة من ناحية الخبرة يعني هذه الظل خبرات متراكمة متراكمة عند الإنسان أنت وقت لتدخل قطاع التعاوني راح تكون قريب من الناس متواصل معهم لأن العمل التعاوني اللي ميزة أنه أكثر من جانب في الجانب التسويقي في جانب إداري داخل الجمعية أنت الدير تبدأ تتمارس جانب الإدارة بعد أن تكون عندك 500 موظف أو أكثر أنت مسؤول عنهم وتضع خطط تراقب التابع الخطط اللي سويتها عندك هناك أيضا جانب تسويقي في جانب الجمعيات التعاونية جانب اجتماعي كبير أصلا من الميزانية 25% من الميزانية تروح حق الجانب الاجتماعي للخدمات هنا أيضا تلمسنا مدى الخلل في بعض الوزارات في تجهيز مثلا المدارس هناك كثير من الشغلات لتنقصهم المدارس لمتابعة العملية التربوية والتعليمية نضطر بالجمعيات التعاونية أن نوفرها لهم بالمستوصف أنا ذكر من المستوصف لأن المنطقة التي فيها أشعة أسنان لم يكن فيها الوزارة أشعة أسنان لم يكن موفرة حق المستوصف الدكتور الأسنان يراك تروح مستوصف ثاني تأخذ الأشعة أو تضطر ترجع حق الدكتور يمكن أن يكون خالص الدوام و الزحمة غيرها أنت تكون تعبان ستطوف عليك فالجمعيات كانت وفرها واحد قام يتلمس مدى حاجة الناس في هل احتكاك مع الناس أيضا حاولنا دخلت أنا في عمر صغير قد أول ما دخلت المجلس لإدارة لين طلعت خمس سنوات رئيس مجلس الإدارة كنت أزقرهم سنن ولكن حقيقة الواحدة أيضا نمسيهم بالخير أعظام إدارة كانوا متعاونين و كان هناك العمل الجماعي والخلية بالعمل و كان هناك نظرة مستقبلية و لم نرى ما نستطيع نفعل ما فيه شيء عالمي متطور أيضا نستفيد منه مثلا هنا بالجانب الإداري قد يكون ملك يفهم بالجانب الإداري للموارسة لأن هناك جانب إدارة كبير هنا دخلنا إلى شهادة الجودة الآيزو و قد أول جمعية أخذنا أول جمعية أخذنا شهادة الآيزو على المستوى العالم العربي كجمعية تعاونية و بعدنا جمعيات تعاونية أخرى أيضا دخلت فيها الجانب على أساس النتاخذ أنا أحب أبين قضية دور الجمعيات مثلا دور أساس ننتقل إذا كان في شيء ثاني دور مثلا أنا أعطي ترى ممثلة كثيرة في العمل التعاون لكن أذكر مثل عايشنا على الأقل أنا الجانب الشخصي عايشته في فترة بداية 2000 2002 2003 2004 في فترة الحرب كان هناك حرب على صدام الكويت كان هناك استنفار خطر على المواطنين يحتاج أنك تجهز من ملاجئ من مواد غذائية إسعافات أولية طوارئ طبية فكنا داخل منطقة أنا مثلت المنطقة وكنت عضو في لجنة الدفاع المدني في المحافظة وكننا نمارس دورنا والتجهيز للمواطنين وكننا قد تكون في فترة صافرات الإنذار كانت تصدر ونحن متواجدين في مكان العمل وكننا نحاول نخدم الناس يعني هذا شيء من الأشياء اللي مرت علينا في الجمعيات التحاونية يعني احنا تكلمنا عن كثير من الأمور الخونق يقولي فصل بس السؤال الأخير لنحن عرضنا على الماضي الجميل بالنسبة لك الأمور كثير من خبرة ولكن أنا بالنسبة لي هذا السؤال أهم كنت مدير مكتب لأحد النواب في مجلس الأمة ما هو الفائدة من هذا العمل اللي مرسته وإذا كنت حبت تقول منه النائب أكيد لماذا يعني تشرف أنه يعمل مع نائب وخضرم مثل نائب عدنان سيد عبدالصمد وتشرفت في العمل معه في مجلس الأمة خلال أربع سنوات من 2007 إلى 2011 ومسكت إدارة مكتبة وهذا خلاني خصوصا في هالفترة المساعة كنا نتكلم من 2006 لليل يوم خلاني في قلب الحدث كنت أشوف كل شيء جدامي الممارسات السياسية اللي كانت تصير الاستجوابات غيرها الصراع السياسي اللي كان يصير داخل مجلس الأمة في هالفترة أنا كنت حاضرة عن قرب ما كنت أشاهده بالتلفزيون أو أتابع عن طريق الجرائد أنا يومي موجود داخل مجلس الأمة كنت أدي دوري بالإعداد إلى الجلسات إعداد إلى اللجان ربط فيما بين اللجان فيما بين التيارات فيما بين النواب كنت أمارس هالدور وهذا عطاني نظرة وعطاني تواصل وعطاني مدد حاجة المواطنين والتحسس حاجة المواطنين والمظلوميات حقيقة مظلوميات كثيرة الناس قاعدت تتعرض لها بالكويت في عدم تطبيق القانون وهناك في تفرقة وعدم عدالة هناك مساواة وقد يكون إذا يحتاج مثلا مثلا من الشراط التي كنا نرى في ذيك خطية القبول و الكليات العسكرية هناك في شروط يتم تجاوزها وأنا أعتقد إن شاء الله إذا وصلنا إلى قبة البرلمان القادم هذه المواضيع ما رح نتركها راح نمارس حقنا وقد نفتح هذا الملف ونحاسب المسؤول عن هذا التقصير اعتقد اشتراطات زايدة أو لا انتقاص من الاشتراطات يعني في شروط يتجاوزون يتجاوزون صاحب الحق إلى غير صاحب الحق ما احد يعارض إذا صاحب الحق يأخذ حقه ما احد يعترض بس بالعسكرية هالشيء بس لا في كل مكان أنا ذكرت هذا كمثل ممكن الواحد يفتح هالملفات في الفترة القادمة لأن مشكلة الصراع السياسي بالكويت قلت لك عطل وائد من الأمور أحدها قد يكون من الأمور التي تعطلت لكن في المجلس القادم ما أتصور هناك عذر للسلطة التنفيذية أنها تمارس الظلم أو التعسف في حق المواطنين وقد نفتح هذه الملفات والذي يحتاج نحاسبه رح نحاسبه في ذلك رح نكمل بعد الفاصل مشاهدين الكرام تحديات المستقبل بعد الفاصل رجعنا معكم مشاهدي الكرام وأقر بخطأي للمرة الثانية قبل تحديات المستقبل في مرحلة رئاسة الجمعية الثقافية الشيماعية قبل أن أتكلم عن دورك فيها كرئيس مجلس إدارة الناس تجهد دور الجمعية الثقافية الاجتماعية شنو الدور يعني حقيقة هذه أحدى مميزات الدستور أنه فسح لنا مجال كبير من الحريات اليوم عندنا جمعيات نفع عام تمارس دورها و أيضا عندنا نقابات عندنا جمعيات مهنية حرفية عندنا أيضا تكلمنا عن قطاع التعاوني حقيقة جوانب كثيرة لإبداء الآراء والتواصل والانتقاد و لتطوير العمل السياسي بالكويت و المواكبة في هالجوانب جمعية الثقافة الاجتماعية إحدى جمعيات النفع العام الموجودة بالكويت و مثل ما اليوم نحن قاعد نحتفل في مناسبة مرور خمسين عام أيضا على الدستور اليوبيل الذهبي أيضا السنة القادمة وهو 2013 نحن في جمعية الثقافة أيضا نحتفل باليوبيل الذهبي لجمعية الثقافة الاجتماعية و هي تعني من اسمها تعني بجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والجانب الرياضي بالنسبة حق بالمجتمع وجمعية تابعة أيضا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعني يعني جمعية الثقافة الاجتماعية يعني عطنا دورك خلص عطنا دورك عسنا نعرف شنو تطبيق المباشر للناس في جمعية الثقافة الاجتماعية أنا حاول أذكر بعض الأمثلة أنا من العام الماضي رئيس ميسل إدارة في جمعية الثقافة ونتعامل مع أخواني في مجلس الإدارة أيضا نستقل هذه الفرصة ونوسيهم بالخير أخواني حقيقة لا يقصرون وعملهم دقو وعملهم دائم وكنا نحاول نتكلم عن بعض الأمور العامة التي كنا نسويها نحاول ننم فيها المجتمع نحن نرى فتنة قضية الفيلم للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم اللي صار نحن حاول ننم المجتمع عندنا في الجمعية وعملنا أيضا مهرجان تحت عنوان نورك لن يطفأ للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتوصيل صوتنا أننا نعترض وما نوافق لهذه الإساءة لشخصية مثل شخصية الرسول وأيضا هناك يوم صارت فتنة وشق للوحدة الوطنية أيضا سوينا أيضا مهرجان دمع على خد الوطن سميناه في فترة من الفترات صارت الفتن التي كانت تمر علينا في الفترات السابقة أيضا حاولنا أن نوسط دائما الرسالة الإيجابية وأن نجمع المجتمع لا نفرق أيضا هناك شخصيات كانت بالكويت مثل الله يرحمها اللاعب الدولي المرحوم سمير سعيد شخصية كان لفضل وكان لدور في رفع اسم الكويت وعلم الكويت في المحافلة الدولية أيضا في الحادث الأليم الذي صار له أيضا صار تعاطف معه وصار له في التأبين في الجمعية إلى جانب هناك بعض العروض المسرحية التي تجمع عندنا مثلا أوبريت ونعود وهناك أعمال كثيرة فعاليات كثيرة فعاليات اجتماعية فعاليات اجتماعية وثقافية كثيرة إلى جانب الندوات سوينا عن الكوادر عن الخصخصة عن حقوق المرأة كثير من البرامج التي نسويها في جمعية الثقافة التي فيها الحراك الثقافي والاجتماعي وأيضا نضياضيا طيب الآن ننتقل لمشروع المستقبل بالنسبة لك كمرشح الكل يسمع هذه الكلمة تحديات المستقبل يسمع بتنمية تنمية اقتصادية تنمية بشرية كثير من الأمور التنمية الشرح تبتدي في هذا الجانب تنمية اقتصادية تنمية البشرية كثير من الأمور تطلعاتك أنت كمرشح يعني حقيقة هذه السنوات التي تأخرنا فيها الظوايد اليوم أول شيء نحتاجه أنثبت خروجنا من عنق الزجاجة و أن يكون عندنا استقرار سياسي لأن اليوم إذا لم نشتغلنا للفترة القادمة سنمر بأزمات كبيرة يعني مثلا أحدى الشغلات التي نشيل همها موضوع التوظيف على حسب دراسة التضخم القادمة هناك خلال العشرين سنة القادمة خمسمائة ألف وظيفة يعني نصف مليون شاب و شابة سيدخلون سوق العمل إذا نحن لا نفعل دور القطاع العام دور القطاع الخاص و نخلق فرص عمل سنرى نفسنا في أزمة والطوابير اليوم إذا موجودة تنطر سنة و سنتين قد تنطر شنوات و لا تحصل سؤال الشون رح تحل يعني هذا سؤال المشاهدة توقع يجب خلق فرص عمل تفعيل دور القطاع الخاص احنا مشكلة عندنا خلل حتى بالتركيبة السكانية المفروض أن الكويت نبدأ شجعة و قد يكون عندنا صارت تجربة سيئة خلال الفترة السابقة و عايشناها كلنا في ظل الأزمة المالية في سنة 2008 اللي في القطاعات بالقطاع الخاص سرحوهم و صارت عندنا أزمة المفروض نضع تشريع كامل لعالج هالأمور و يعطي استغرار بالنسبة حق المواطن و يروح و نعطيه حوافز لشغل هذه الوظائف في القطاع الخاص مثلا عندنا القضية الإسكانية هل يعقل احنا بالكويت عندنا المساحة المستغلة تقريبا خنقول بالكثير عشرة بالأمية اليوم عندنا في قائمة الانتظار لا يقل عن أمية ألف طلب الكويتي ينطر دوره لا يقل عن خمس سعش سنة ينطر دوره علشان يحصل السكن المناسب يعني هذه تحتاج لها وقفة و يحتاج لها تحرير الأراضي و يحتاج لها عمل دقوب كيفية خصوصا موضوع السكن اللي هم واحد من المواطنين الكيفية هناك أراضي ترى شاسعة عندنا بالكويت احنا المستقل الشريط الساحلي هنقول عشرة بالأمية من مساحة الكويت بس احنا اللي ساكنين فيها تسعين بالأمية اما للمنشآت النفطية اما للجيش وزارة الدفاع وغيرها هذا يجب العمل وتحرير هذه الأراضي هذا السؤال هذا المدن يعني شفنا كثير من المدن حين قعدت تبنى وبنية و موجودة في المناطق البعيدة يسألون القيوم لا تحتاج خدمات لا تحتاج وزارات مرافق عامة كثير من الأمور أن أفتح أراضي و أخليها منازل مكان للسكن بس ما هي بالخدمات لا إذا تحل القضية ما تحلها بس أنا بسوي بيوت نفس الفترة السابقة مع الاحترام الفترة السابقة اللي صارت توزيع أراضي على الخرايط و ما يندره متى تستلم الأرض بعد سنة سنتين ثلاث صار عندنا بعض الأراضي توزعت و لا يحكي الواحد لا يدره متى يستلم أرضه لا يوجد بنية تحدية لا يوجد عمل لا المفروض عمل متكامل من مجمعات من وزارات من أماكن خدمية لأن اليوم نحن في عصر المعلومات و عصر التكنولوجيا تقدر في مكان تجمع فيه و المعاملات للنسان و المواطن يخلصها في أماكن كثيرة لكن يجب مقصد في خلال هذه الفترة موضوع بعد الاستغرار السياسي لازم نعمل لمستقبل الكويت نحن اليوم جدامنا تحديات نشوفها راحتيننا و فيه شيء نحن واقعين فيه اليوم موضوع السكن واقعين فيه موضوع الوظائف الناس تنتظر سنة و سنتين و ثلاث بعد شمسنا إن ما عالجنا هالموضوع ما قعدنا على طاولة وحدة و فيه مكان واحد و تعاوننا إننا نروح في بلدنا إلى برض الأمان راح تكون مشكلة أيضا من التحديات يعني يعني جمان بمعينة الإسكان التوظيف السؤال اللي يسألها رجل الشارع البسيط بلد و وطن في وفرة مالية و في وفرة مالية أعاني من مشاكل في وزارة الصحة و في الإسكان و في التوظيف و في أغلب القطاعات شنو اللي ناقص الإدارة أو السلطتين التشريعات التنفيذية لتحقيق طموح المواطن إذا الوفرة المالية اللي هي طموح أغلب السلطات التنفيذية خصوصا بحكم الدستور هي المهيمة على مصالح الوطن متوفر هذا الشيء نحن مشكلة السلطة التنفيذية الفترة السابقة غياب الرؤية و ضعف القرار ما كان عندهم قرار و ما كان هناك رؤية و كان الصراع اللي موجود عندهم الموجود مع السلطة التشريعية قطع على الأمور كلها و ما خلاها تقوم بدورها في أكثر من هذا نحن اليوم نشوف إذا نرجح سمح لتكلم ما خطة التنمية خطة التنمية ما صار فيها ترى بس جمعوا بعض الأمور في جلسة وحدة من خمس سنوات خطة تسويها أربع سنوات و ميزانيات و هذا في ساعة وحدة هذه ليست خطة ليست خطة مدروسة هذه كان بعض المشاريع جمعوها و صارت خطة الخطة يجب أن توضع وفق دراسة نحط لها خطة زمنية المتابعة و تخطي جميع النواحي نحن اليوم و لله الحمد في وفرة مالية هناك استغرار عندنا و إن شاء الله خلال الفترة يجب أن هناك استغرار المفروض نعالج هالجوانب نأمل أن السلطة التنفيذية في الفترة القادمة تكون صاحبة قرار تكون مبادرة نحن حقيقة نتأمل و خطاب صاحب السمو و تعهده في هالجانب و نحن نثق في حكمة صاحب السمو و في القرار و في الخطوات مفروض نعوض هذه السنوات اللي طافتنا و نعالج هذه الأمور إن ما علج إنها قلتك رح نتأخر وايد فبالنسبة حق التطلعات أيضا هناك تطلعات كثيرة يعني الواحد الحقيقة إذا واحد بيقولها مثلا الواحد الذي بيعالج التعليم مشكلة التعليم عندنا متأخر كوني أيضا أنا في سلك التعليم سلك التدريس بين الطلبة في الإدارات المدرسية أيضا واحد قال يشوف شنو مدى التأخر و قال نشوف اليوم الذهاب إلى المدارس الخاصة و قال يتركون و قال يشوفون الخلل موجود في التعليم العام و من عاقع تاج لوقفه أيضا بالصحة اليوم الصحة المشكلة أولا تدور لكواسطة أساس تبي غرفة خصوصي اليوم تدور لكواسطة تبي سرير بالعمومي و ينقلونك من مستشفى ل مستشفى و قد تضطر لا لا تحطونك يحطونك يومين لا هذه المشاكل مو مشاكل أزلية ما يصدر لازم مشاكل أزلية عندنا مجلس مفروض يضع و يراقب و عندنا لازم سلطة تنفيذية تحطها المشاريع و تمشي إذا ما مشت لازم أعضاء مجلس الأمة يقومون بدورهم و في محاسبة السلطة التنفيذية في أي تقصير في هالجانب لأن هذا متعلق في أرواح المواطنين و في تطور البلد ما يصير يوم عن صحة الإنسان و التعليم حق الإنسان متأخر و هناك قضايا كثيرة يحتاج متابعة دعني مثلا حق الجانب الشباب إذا نبني جانب الرياضة جانب الرياضة قد يكون أنا يمكن أقريب من جانب الرياضة و عندنا من يلعب الرياضة و متابعين و يمكن أنت أخوي أصلا أخوي محمد أنت أيضا قريب من هذا و تحس بالمعاناة الرياضيين الموجودين اليوم مجال الإدارات الأندية يعني تصير مولي خدمة النادي صراع على كراسي كل واحد ييب لمجموعة يسجلهم في منهم ما يدل النادي لو تقول له النادي الفلاني بأي منطقة ما يدري تقول له روح النادي ما يدل وين النادي بس يوم الانتخابات يصوت لمجموعة و يستفيدون عندنا ناس و عندنا شباب و عندنا كفاءات و عندنا ناس قراب مننا أنا عارف ناس غريب مني غريب يكون أخوي مثل غريب بطل الكويت بطل الخليج الثالث على العرب ليه اليوم شاب حتى تكريم ماله بالنسبة حقه و حق غيره هذا مثل ينطبق حقه و حق غيره لا فيه جوانب ثاني الآن مثلا الاحتراف الجزئي احتراف الجزئي المفروض لهم مبالغ معينة هذي للشباب أن يصرف قاعد يحسب حسابة تعال إذا تنزل تنزل بعد ثلاث تشهر لا إيه تنزل بعد ثلاث تشهر وبعض المرات ما تنزل أخوي محمد ارجع إذا عندك ناس قراب وأنا عندي ناس قراب مو قاعد تنزل أو بعض المرات قاعد يصير بعد شنو حق المواضب واللي موجود قاعد تنزله مخصومة و قد يكون اللي قاعد في بيتهم أيضا هناك في بعض الإدارات ناس قاعد يمي بيوت في بيوتهم مايد اللون النادي قاعد يسجلون و قاعد يأخذون مكافآت والاحتراف الجزئي إحنا اليوم مفروض حتى هذا التاني بشي السؤال اللي قبل الفاصل قضية الكثير تكسب عليها للوصول لمجلس الأمة شن ليفرق فيه هاني شمس عنهم لما قرأت الأمور اللي انت رح تركز عليها منها قضية البدون شن رح تتمنى هاي القضية شن فرق هاني شمس عن الكثير من اللي تقمصها و دور المدافعين عن هذه الشريحة يعني قضية البدون يعني مشكلة إذا الواحد يتكسب من هذه القضية هذه قضية إنسانية ناس نحرموا و المشكلة اليوم هي احنا قاعد نشوف جدامنا الجيل الخامس من هذه القضية تأخرت تأخرت من قضية إنسانية قاعد يصبح قضية اقتصادية و قضية سياسية و قضية اليوم مصلت إلى قضية أمنية هناك كثير منهم قد يكون في تقصير في فترة من الفترات و قد يكون هناك منهم الكثير يستحق الجنسية أكثر من الموجودين نحن مستلمين للجنسية كلهم يستحقون المفروض هناك دراسات قد يكون ملك يستحق لكن احنا أيضا خليني نفرق احنا هذين الحمد لله عايشين معانا فترة طويلة شينو شفنا منهم على الحرمان اللي قاعد يسير عليهم لو في مكان ثاني و لو ناس غير هذين مخلصين سنشوف القضايا شكثرها اللي تصدر منهم لكن مع الحرمان مع الظلم اللي قاعد يسير عليهم و هناك مجموعة الحين مثلا في جهاز الدولة يقولون في 34 يستحق الجنسية 34 ألف يستحق ليش التأخير إذا هذين يستحقون احنا مونا بنعطيهم حق خل يكون واضح لأشوف أنا مونا بنعطيهم حق الجنسية احنا ظلمناهم و ظلمنا أجيالهم ظلمنا آباهم اللي ما أخذوا الجنسية خلال السنوات السابقة ظلمناهم من حقوق كثيرة احنا اليوم مونا بنعطيهم و نتمنن عليهم احنا ولا أحب يقول بعد خل ندخل في قضية تعويضهم لكن احنا ظلمناهم المفروض لاستعجال في أعطاءهم حقوقهم اللي يستحقونها و اللي قد يكون بسبب الحكومة و عدم حسمها للموضوع هذا صار ظلم عليهم المفروض نعوضهم اللي ما يستحق خل يعطايا حقوق الحياة خلي يعيش كبشر و آخر شيء متعايشين معانا عاداتنا و تقاليدنا و هم أيضا ماذا تصد حق الحياة و التعايش كبشر خلي يعطونا شهادة ميلاد خلي يعطونا حق التعليم خلي يعطونا حق أن يروح الطبيب يعالج قاعد يدرس و يكلف و يتكلف خلي استفيد منه ليش أجيب أجانب من بره أنا اليوم أبع عالج قضية اسكانية أبع عالج قضية مرور الأجانب قاعد يسبب لي قضية مرور و غيره و غيره و غيره من القضايا و يسبب لي في قضية المستوصفات و المستشفيات راح يترك عليه أنا هذا موجود موجود الأجنبي قاعد يودي فلوسه بره هذا الأجنبي هذا البدون يعيش و قاعد أوفر إذا نظر لها نظرة اقتصادية قاعد يوفر و قاعد يصرف المبالغ ليأخذها داخل الدينة مو قاعد يطلعها للاقتصاد الوطني إذا أعطي حقوق التوظيف و الأمور الثانية راح يفيد البلد و أشيل هالظلم شوي طيب راح نستمر بالحديث بعد الفاصل ما هو الاستقرار السياسي بمنظور المرشح الفاضل ما دفعصان موسيقى ترجمة نانسي قنقر رجعنا معاكم بالشق الأخير من برنامجنا اليوم و لأن معاننا مجموعة من الدقائق فما راح أعطيك بأعطيك السؤال و أيضا وجدت النظر المقابلة الاستقرار السياسي شنو مفهومة عندك البعض فسرة أنه هو تجاوز على بعض الفساد عدم مساءلة الحكومة التخليع عن مكتسبات دستورية مفهولة للنائب الشرح توصل إلى الاستقرار نيابي شنو الاستقرار السياسي أصلا تصور موضوع الاستقرار السياسي و هو أهم شيء قضية الإنجاز مو معناته ما تستخدم الأدوات الدستورية مو معناته ما تحاسب الحكومة مو معناته ما تتابع الحكومة الحكومة المفروض السلطة التنفيذية تقوم في دورها مفروض من مجلس الأمة يواكبها في موضوع التشريعات اللي يساعدها للأداء بمهمتها و أيضا يراقبها و يتابعها في أداء الدور و إدارة الدولة و توفير الحياة الكريمة للمواطنين خلال الفترة القادمة مثل ما ذكرنا مساعة تأخر نوايد يحتاج اليوم أن نشتغل حق الكويت نشتغل لمستقبل الكويت لمستقبل أجيالنا و إلينا و أيار لا يتخلي عن دورك اللي يسبب لا يصير تتخلي أصل الاستغرار في الحسن استخدام أدواتك الدستورية و إ Jr. مو معنات الاستغرار أني ما أستجوب مو معنات الاستغرار أني ما أسئل مو معنات الاستغرار أني ما أطرح الثقة بالوزير إذا الوزير مو trotterda المفروض أني أحاسبه ويقفع لمنصة الاستجواب وإذا حتاج الأمر أوصل و حتى إلى طرح الثقة إذا ما تكوني أدير دوره مو معنات الاستغرار أنك تتخلى عن أدواتك الدستورية لكن ترشيد استخدامها ومثل ما قلنا مساعة التسلسل وفيها الجوانب طيب نعود لقرار خوضك الانتخابات تخوض الانتخابات مع التحالف الإسلامي الوطني وتحت شعار لأنهل كويت ليش هذا الشعار يعني احنا حقيقة من فتحنا عيوننا على هالبلد قضية البلد تقدم لنا وتعطينا وبلدنا الحمد لله فيها مساحة من الحرية ومساحة من أذاء الدور وما قصرت هذه الديرة بالنسبة لجميع المواطنين ومن يستظل في ظلها من وافدين ومن غيرهم في هذا البلد احنا اليوم أمام تحديات وتحدي كبير موضوع مجلس الأمة القادم المفروض منه لحبنا حق هذا البلد لحبنا لهذا الوطن لحبنا هذه الديرة لأنها هذه الديرة اللي قاعد تقدم لنا وقاعد تعطينا لأنها هي الكويت لأنها الكويت لازم نمشي في عجلة التنمية لأن هذه الديرة الطيبة لأنها الكويت لازم نسعى إلى استقرارنا السياسي لأنها الكويت لازم نمارس دورنا لازم نمارس دورنا في الترشيح اليوم مارسنا دورنا و أيضا المواطنين هذه البلد لها حق عليكم كل واحد المفروض في واحد اثنائش يمارس دوره في اختيار من يمثله و الوصول إلى قبة عبدالله السالم لأداء الدور و رسم مستقبل البلد لأنها الكويت لازم نضحي لها لأنها الكويت لازم نقندم الغالي و النفيس من أجلها لأنها تستاهل لأنها الكويت طيب كلمتك الأخيرة في هذا اللقاء شاكرين لكم شاكرين تواجدنا معاكم و بالنسبة رسالتي حق إخواني المواطنين بشكل عام اليوم نحن أمام استحقاق سياسي قادم أمام مجلس راح يرسم المستقبل بالنسبة لنا ندعو إلى المشاركة المشاركة الإيجابية و دفع عجلة التنمية لدفع عجلة التنمية خلال الفترة القادمة و لتعويض لتأخرنا فيه و نطور بلدنا و نواكب الدول لسبقتنا و نكون إن شاء الله نسبقهم و نكون في مصافهم دائما طموحنا عالي أن خلال الفترة القادمة نسبق الدول اللي كنا سابقينهم في السابق في بركة قضية الاستغرار اللي راح يكون عندنا و الحمد لله عندنا المرشحين هناك من الكفاءات هناك من القدرات هناك من أصحاب الكفاءات الكثيرين الموجودين نتمنى لجميع التوفيق نتمنى لهم الوصول و أن يحطون الكويت في عينهم لأن الكويت يجب أن يخدمونها و شكرا لكم الله يسلام و شكر لك على تقبل جميع الأسئلة مشاهدينا الكرام نشكركم على المتابعة نشكر الضيف الكريم على تقبل جميع الأسئلة اليوم حبينا نسلط الضوء مع المرشح الفاضل هاني شمس مرشح الدارة الخامسة على المستقبل المستقبلية ما نبدأ نتكلم عن ما يخلف نتكلم عن ورع سياسي الحالي و لكن لا نتكلم عن الماضي و الأمور السابقة نبدأ نرى كويت المستقبل نبي المرشحين لما ينقعدون هنا جدا ومشاهدين يعطونهم بسيط من الأمل أنه ممكن الغد يكون أفضل من الأمس شكرا لكم على المتابعة شكرا لفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة